اشتركوا في القناة منهم خدام حقيقيين يؤثروا ويربحوا الكثيرين لملكوت السماوات اصلي ان ربنا استخدم الحلقات اللي جاية دي تحت عنوان حياة الخادر لتصنع خدام حقيين بنعمة الله يعيشوا بامانة لمجد الرب امين عزيزي المشاهد احبائي نرحب بيكم في حلقة جديدة في رحلتنا واحنا بنتكلم وبندرس وبنفكر وبنحاول نتفهم الابعاد دي لحياة الخادر وصلنا في الخادر التلميذ الى المجموعة الصغيرة وتوقفنا كثيرا فيها ولسه عندنا كلام تاني نكمله لانها واحدة من الحلقات المفقودة التلمزة مفقودة بواجه عام في حياة الخدام والمجموعة الصغيرة كأداء الهية لصناعة التلميذ مفقودة اكثر وفي غالب الاحيان بتستخدم مش في موضعها ومش بالمبادئ الاساسية بتاعتها اللي تصنع التغيير في حياة المؤمنين الذين يريدون ان يكونوا تلميذ للمسيح تكلمنا عن الابعاد بتاعتها المختلفة الاربع رجلين اللي بتقوم عليهم الاربع عجلات اللي بتتحرك عليها قاطرة التلمزة فاتكلمنا عن التعليم وتكلمنا عن الشركة وتكلمنا عن الصلاة الركن الرابع وهو اكثرهم فقدانا في حتى المجموعات هو الخدمة واحنا شفنا ده المسيح بيعمله شخصيا يعني يسوع نفسه وهو بتلمز التلميذ كيف اشركهم معاه في الخدمة خدهم وهو بيخدم خلاهم يساعدوه في الخدمة ارسلهم عشان يعملوا الخدمة حتى في وقت كانوا لسه بيتسارعوا مين الاحسن ومين الاوحش وبيشكوا يعني في وسط الخضم ده بتاع حياتهم وتبعيتهم ليه كيف ارسلهم ليكرزوا بالانجيل ويشفوا مرضى ويخرجوا شياطين يعني الى هذا الحد اتمنهم على الخدمة ديه وهم في رحلة التلميذ وهو بيصنع منهم تلميذ حقيقيين ليه فارجو نخلي بالنا من الفكرة ديه انه الخدمة جزء اساسي في صناعة التلميذ جزء اساسي عشان نصنع منه تلميذ حقيقي للمسيح زي ما ان التعليم مهم زي ما ان الشركة مهمة زي ما ان الصالة مهمة الخدمة ايضا مهمة ليه؟ عشان الاسباب الاتية الخدمة لما بنزل لواقع الخدمة واروح عشان اخدم ربنا وحنتكلم عن الابعاد الخدمة دي او الصور المختلفة لها بكتشف حياتي بكتشف حياتي بشوف نفسي بشوف انا نيتي بشوف ضعفي بشوف جهلي بشوف ان انا مش فاهم بشوف ان انا مش عارف بشوف انا بكتشف انا حقيقتي انا فين فعلا بحياتي مع ربنا وده جزء مهم جدا في صناعة التلميذة احنا قلنا في المعارف انا عايز اشوف ربنا وعايز اشوف مين وعايز اشوف انا لان انا عايز اتغير من ده الى ده انا جزء من المشاركة اللي عايز اطلع من النور عشان اشوف اللي جوايا عشان اتغير من ده الى ده مظبوط الخدمة في واقع الخدمة بتبان الانانية والكبرياء البحث عن ذات ما كانتي ما الدونيش لا الدوني اشمعنا الدور ده واده الدور ده بيبان كلمة اشمعنا دي تقول ايه وعشان ايه على طول بتبين ليه الضعف اللي جوايا اللي لازم ربنا يتعامل معاه اني انا بفكر فيا مش بفكر في الملكوت انا مهتم بمكانتي مش مهتم باني امجد الله واضح فالخدمة بتوريني حقيقتي الدفينة اللي انا مش شايفها حاجة تانية بتخرجني من عالمي عشان احس بالناس عشان احس بالاخرين احس بالفقراء احس بالمعوازين احس بالمتقلمين احس بالمدمنين احس بالعالم اللي براي بطلع من ديرتي عشان اتفاعل مع الواقع المرير الذي يعيش فيه هذا العالم بكل اسف الكنيسة بواجن عام عبر عصرها بنت اسوار عالية وعاشت جوه الاسوار وانفصلت عن المجتمع بينما الكنيسة اولا كانت بلا اسوار كنيسة في الشارع كنيسة وسط الناس كنيسة بلا جدران واحنا عايزين نرجع تاني الكنيسة متجسدة في عالمها المسيح ما كانش عنده قاعة كتماعات ما كانش عنده مبدأ عندوش جراج حتى ما عندوش هو خدم الناس في الشارع هو خدم الناس في السوق على الشاطئ هو ذهب للناس حيث هم ولما كانوا عايزين يحتفظوا بي اللي ملاسبوني انا مبغي ان انا ازور القرى الاخرى هو بيجول بيذهب هو بيذهب هو بيعمل ايه بيذهب ولما ارسل التلاميذ قال اذهبوا اذهبوا فالخروج من ديرتي الخروج من مكاني اني اروح للناس ده في جوهر الانجيل في جوهر الانجيل لاني بخرج من نفسي الى الاخر عشان اوصل للاخر فالخدمة بتوريني ضعفي بتخرجني من نفسي عشان ارى العالم الذي حولي كما يراه الله وزي كل ما المسيح شاف كده رأى الجموع تحنن اذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا رائلة فلما بنزل لواقع حياة الناس بقدر اتحنن بقدر ادرك لا 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 انا المشاكل بتاعت دي ولا حاجة في مقابل المشاكل الحقية اللي الناس عايش فيها بعيدا عن الله الفايدة التالتة ان التطبيق عملي تطبيق عملي اللي احنا اتعلمناه من معرفتي عن الله ومن رسالة الانجيل ومن العلاقة الانسانية ومن محبة الاخر ده تطبيق عملي بنزل اطبق عمليا اللي انا اتعلمته في داخل المجموعة وده بيحول مرة تانية المعرفة النظرية الى حياة عملية ودي المجموعة بنقولها 100 مرة الحقيقة دي عايز اعيش ما تعلمته وليس اعرف ما سمعته كلمتين غير بعض تماما هي الفرق بين المعرفة النظرية والمعرفة العملية فرصة لتطبيق ما تعلمناه وما ادركناه لم ارسل المسيح التلاميذ واخرجوا شهياتين رجوا الشهياتين تخضع لنا باسمك طبعا باسمك مش باسمنا ها باكتشف انه ربنا عنده سلطان ها دي حقيقة دي حقيقة ان اللي بنتعلمه ده حقيقي ده مش وهم ده مش كلام ده مش شعرات لا دي دي حقيقة بنختبرها في الواقع العمل اربعة ان وانا بنزل اخدم انا مش عارف وزناتي انا مش عارف مواهبي انا مش عارف ربنا ممكن يعمل بي اي انا مش عارف انا لسه خام كويس لما بنزل للخدمة باكتشف انا عارف اعمل ايه ومش عارف اعمل ايه ايه اللي عملته وحبيته واثر وايه اللي عملته وما حبيتهش وما اصرش وايه اللي عملته وحبيته وما اصرش خلي بالكم التلات حاجات دول يعني في حاجات بنحبها بس ما رفش نعملها بس بنحب نعملها دايما أقول عن نفسي كده بحب رنم بس صوتي وحش بس أنا بحبي يعني فبس مش دي موهبتي بحبها بس مش دي موهبتي وفي حاجات بعرف عملها بس مش بحبها بعملها وأنا يعني مضروب لأني لازم أعملها وفيش حد تاني أعملها بس أكيد دي مش دعوتي بس أنا أعرف أعملها كويس وفي حاجات بحب أعملها وبعرف أعملها يبقى أكيد ده اللي ربنا عايزني أستمر أعمله لأن هي دي إذن وصفتي في الجسد هعرف منين الثلاث حاجات دول لما بتدي أعمل في كلية الطب لما بنتخرج بنقضي سنة اسمها امتياز إيه سنة امتياز دي أنا اتخرجت درست الفروع المختلفة للطب بناخد شهرين في كل مجال معين فبنروح شهرين جراحة شهرين بطنة رمض جلدية نفسية فهم ليه بنعمل كده بنلف أنا أحبت لي أمارس عشان وانا بمارس أقول آه أنا فعلا بحب جراحة أنا درست للجراحة بس هنا أنا بشتغل في المستشفى وبخش قط العمليات أنا هنا بكشف على عينين أنا هنا بكشف نظر أنا هنا فبكتشف أنا إيه بحبه فعلا وده اللي أنا نفسي أتخصص فيه لأن ده اللي بيتناسب مع إمكانياتي واضح؟ الخدمة بالزبط كده أنا في الأول مطلوب مني بقدر إمكان أعمل كل ما هو متاح ألف على كل المجالات الخدمة المتاحة المتاحة لأن من خلال كده أنا بكتشف وزنيتي وبالتالي بكتشف الوظيفة اللي ربنا عايز يستخدمني فيها وهنيجي ده في باب الخدمة أول عنوان حيبقى رئيسي هو الوزنات والمواهب والخدمة وكيف أكتشف وزنيتي واحدة من الطرق العملية اللي اكتشافها هو الخدمة في المجموعة الخدمة في المجموعة فايدة الخمسة في واقع الخدمة في واقع الخدمة بلائي ربنا بلائي ربنا كتير من الشباب اللي طلع قوافل في القفلة بصي لقي ربنا بيعمل حاجات مش بيعملها في الاجتماع صح كده عينين يخفوا سهل احنا بنصلي في الكنيسة وهنا سهل قوي فاهم الشيطين بتخرج يعني ماهام مش بسدق الحاجة دي بوعز وعز الكرز هي ناس بتتجدد ايه ده ايه ده ايه ده لأن ده اللي ربنا قال انت روحوا أنا هعمل معكم أما هم فخرجوا والرب يعمل معهم ويثبت الكلام وانا برا وانا في الخدمة بلائي ربنا بيشتغل مش ونعت في بيتنا مش ونعت في بيتنا واضح اللي أنا بقول فالخدمة بشوف ربنا بشوف قوة الله بشوف قوة الانجيل فايماني بربنا بيزداد مش بس بكتشف دعوتي ايماني بربنا بكتشف ان ما اؤمنني حقيقة واقعة باختبرها في الحقول اللي ربنا بيرسلني اليها أرجو نخلي بالنا من الحكاية دي واحدة من الفرق في حياتي جدا القوافل وانا شاب صغير اني خاركت قفلة وكان عندي 15 سنة وكنا تلات شباب الكبير بتاعنا كان 19 وأخويا كان 17 ونص وأنا كنت 15 حاجة كده واترمينا بنزور ونوعز وندعو الناس الى التوبة مين احنا بس اكتشفت لا هناك ربنا بيستخدم بيختار الله الدعفاء اللي يخذي الأقوياء والمصدرة وغير الموجود بيوبطل الموجود شوفنا ناس سلم حياتها بدموع وناس بترجعوا الشيوخ كبار بيقفوا بيرفعوا دي هم بيطلعوا قدام عشان ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده قوة الله دي مش قوتنا وبالعكس في ضعفي بشوف قوة الله كل ما لوحب بيكبر وبيشوف الحاجات دي بيفتكر بعد شواءة ده 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 أنا لكن في الاول بتأكد ان ده مش انا ده ربنا ده ربنا واضح الفكرة دي الخدمة بقى كمان بتربط المجموعة مع بعض برباط هائل هائل اسبوع مع بعض في قفلة في الريف او في قرية او كده بتاخد المجموعة في مستوى الشركة والعلاقة العميقة قد ست شهور بنجتمع وره في الاسبوع بتاخد في حالة تانية خالص ليه بناكل مع بعض نشرب مع بعض بنصلي مع بعض بنخدم مع بعض بنشوف ايد ربنا مع بعض بنرجع نعمل تقييم مع بعض اتعلمنا ايه استفادنا ايه عندنا سراء هائل فرصة هائلة زي الفرق ما بين اجتماع ومؤتمر مش كده اجتماع من اتبارك في مؤتمر زمان المؤتمرات كانت اسبوع على ايامكم بقت يومين احنا كان اسبوع هو كان اسبوع المؤتمر وكان بتلاتة جنيه وربع بالمواصلات بيت السلام بالعجم اه كان بيت السلام بالعجم بتلاتة جنيه وربع اسبوع كامل بس عشان تبقوا فاهمين الفرق يعني على ايامكم البيضة اللي انتم فيها دي فالمؤتمر حاجة تانية خارس غير اجتماع القفل اكتر بكتير او من المؤتمر لان مش مجرد بنسمع وعزات ده احنا بنشوف يد الله ده احنا بنتعجن ده احنا بنلمس احتياجات الناس ده احنا بنتحد بعضنا ببعض بنبكي مع بعض ومنصلي مع بعض ومنصرخ مع بعض وبنشوف الاستجابة حاجة تانية خالص حاجة تانية خالص عشان كده الخدمة بتربط الثلاث حاجات اللي بتعلمه والشركة والصلاة بتربط الثلاثة دول مع بعض مع الواقع مع الخروج مع ايد ربنا شكد الرجل دي مهمة قوي المجموعة اللي مش بتخدم مع بعض مع بعض الخدمة بواجهة عام بتفيدني بس انا بتكلم عن خدمة معا كمجموعة نقصها كتير قوي سرعتها في صناعة التلاميذ بطيئة للغاية للغاية زي بالضبط العربية فيها عجلة من الاربعة مش موجودين حط العجلة الرابعة شف سرعة العربية وشي العجلة وشف سرعة العربية بتبقى كره تبقى كره بقعيس حد يجرها برغم ان فيها مطور حط العجلة الرابعة بتجري بسرعة مختلفة جدا وبكل اسف اغلب المجموعات مش مهتمية بالرجل دي بالعجلة دي عجلة الخدمة تحت بقى بنوت كثيرة جدا لما نكبر لما ننضج لما نعمل مش عارف ايه المسيح عمل ده مع التلاميذ وهم لسه يعني في وضع صعب جدا صح كده ودرجهم ما بين ان هم بيوزعوا الخبز فاهم وبيستفوا الجموع وبياخد الاول منهم مركب عشان يوعز فاهم وبعد بيقول لهم يسبقوني الى العبر وبعد أصرف الجموع طب ليه يعني ما بين الحاجة العملية وما بين بيبعاتهم هم نفسهم عشان يكريزوا بالانجيل ويشفوا مرضى ويطاهروا برس فاهمين عايز اقول ايه انه مش مش بستنى النضوج انا ده جزء من صناعة التلميذ ده صناعة التلميذ وبطلوا منه يعمل اللي يعرف يعمله اللي لما بيعمل اللي بيعرف يعمله بتعلم انه يعمل حاجة هو ما كانش يعرف يعمله لما استلماء ينضج عشان يعمل كل حاجة عمره ما هينضج أصلا عمره ما هينضج أصلا ارجو الفكرة دي تكون واضحة جدا لنا طيب ايه المجالات اللي المجموعة ممكن تخدم فيها مع بعض في خدمة روحية وفي خدمة عملية خدمة روحية زي ايه زي كرازة زي متابعة افتقاد طبعا في القوافل بنقدر نعمل كله مع بعضه فاهم لأن القوافل انت بتعمل من ايه تو زي من الاول للاخر بتزور وتكلم الناس عن ربنا وبتعمل مدارس احد وبتعمل مش عارف خدمة توزيع اكله بطاطين وخدمة اغاسة وخدمة رحمة ولو معك دكتور بتعمل خدمة طبية ولو معك مش عارف ايه بتعمل رجوز ولا اللي اسمه ايه ده اسمه الاراجوز اه اه عمه كومبوش ولا مش عارف ايه وبتلم الاطفال وبتعمل خدمة يعني انت في القفلة هتقدر تعمل كل حاجة ودي ميزة قوافل طبعا انك بتعمل كل حاجة في وقت واحد فنضطر كلنا نشتغل ونوزع ونعمل كل اللي نعرف نعمله وساعتها بقدر اكتشف الحكاية دي لكن بواقيا نعم انا عايز ابقى فاهم انا عايز ادرب الشخص ده على خدمة روحية فيها كرازة بيكلم ناس على المسيح متابعة ناس عرفت ربنا وبتولى وبصلي معاه وبتابعه وباسأل عنه وبروح ازوره وبجيبه للاجتماع والخدمات العملية اللي هي اشهرها التلات حاجات دول الاعمال الرحمة ان انا بروح لناس محتاجين وبدي معونة مادية او برامج تخطيط بقعد في لجنة وخطط لمؤتمر وخطط ان شاء الله في ايه والجروب بتاعنا حياخد مسئولية ادارية بتاع المؤتمر اللي جاي المجموعة الادارية دي هنتولى الاسبوع دوت موضوع الاشرز والاستقبال وتوزيع الناس والترحيب عن الناس اللي مثلا في الشباب المجموعة بتاعتنا هتوقف في الكشك لسه فيه كشك في الشباب اللي بيستقبل الجداد وياخد الاسماء ومش عارف ايه ويرحب بيهم وفهمين اللي عايز اقوله فالفرص كتيرة جدا بالذات عندنا في الكنيسة لكل انواع الخدمات باشكالها المختلفة فهنعمل عمل رحمة هنعمل عمل اداري هنعمل عمل تخطيتي هنعمل عمل تنفيذي هنروح نجهز المكان دوت للإيفنت اللي جاي هنروح ننظف المكان دوت عشان نعمل كذا يا جماعة نو اند ما فيش حدود للأفكار لو انا عندي الرغبة لو انا مقتنع باهمية الخدمة العملية التطبيق العملي الخروج للآخر اني اعمل اللي اعرف اعمله هنطلع زيارات افتقادية بناخد درس عن يعني افتقاد هنطلع زيارات كرازية بناخد درس عن يعني اشارك الانجيل وعرف عمله ازاي وهو الاخر فبنقول اسهل حاجة ان تكتحك اختبارك لما يسألك ادي الايات اللي تقدر تجاوب عليها ادي المذكرة اللي تقدر تاخدها معاك ادي النبزة اللي تقدر تدهاله فاهمين ايه ادي الفصل بتاع مدرسة المسيح اللي بتعلم ده بالانجيل من تقطق لسلام عليكم فانا بدرس عن الخدمة اللي رايح اعملها وبعين بروح اعملها فده اكتر حاجة بيقى فيها تطبيق عملي هي الخدمة لاني بدرس انا اعملها ازاي وبعين بطلع عملها وبعين برجع عمل تقييم عرفت معرفتش تعلمت شفت النتيجة مش شفت النتيجة فبتتحول المعرفة النظرية الى اختبار عملي واضح واضح بنقول ايه قائد المجموعة ازاي بيساعد المجموعة في الخدمة هنجيلها لما نتكلم عن دور القائد هنتكلم عن دور القائد بواجهة عام في المجموعة وبالسپسيفيك هنتكلم هنحط دي معانا في قيادة الخدمة لان زي ما قلت دي وبيكل اسف واحدة من اكتر الحاجات المفقودة في المجموعات التلمزة مش عايزة اسأل كم مجموعة هنا خرجت للخدمة معان السنة اللي فاتت كلها ده لازم انا عامل حسابي ان انا كل اقل 3 شهور بنعمل حاجة مع بعض اذا ما كانش كل شهرين يعني دي مش حاجة نعملها مرة في السنة اذا ما بقول انه اللي بنعمله مع بعض ده بيدفع المجموعة للامام في العلاقة وفي الصلاة وفي بكتشف نفسي وبخرج للنور وببين ضعفاتي يعني الخمس ست حاجات اللي قلناها من فايدة اللي بتاع ده بتساعدني جدا في التعليم والشركة والصلاة خالص بتخلي الحاجات دي حقيقية مش مجرد قاعدين على كرسينا وبين حكي وفي ايدينا اللي نسك فيه ولا الشاي واضح اي اسئلة وزي ما اقول هتكلم عن دور القائد لما لما نيجي لبواجن عام القيادة اي اسئلة في موضوع الخدمة نانسي دلوقتي يا اسئيس علشان نمارس فعلا الخدمة كمجموعة طب في رتم الحياة السريع ده اللي هو الاشغال والمدارس وحاجات كتير قوي الواحد بيبقى مرتبط بيها حضرتك بتقول انه على الاقل كل شهرين تلاتة بنطلع خدمة مع بعض علشان اطلع بيهم قفلة يومين تلاتة ده معناه انه في حاجات كتير قوي في الالتزامات بتاعة المجموعة في الرتم السريع بتاع الحياة بتقع ده سؤال الاولاني السؤال التاني مش كل شهرين هنروح قفلة هنروح قفلة مرة في السنة بس كل شهرين تلاتة هنعمل حاجة تانية هنقف في الكشك هنعمل هنرحب الناس هننزل نوزع على الفقرة في المنطقة الفرانية هنروح مع ايفا في القوافل الحب هننزل مع الفريق الرياضي مش عارف نعمل يوم رياضي للاطفال في مية فكرة يا جماعة بعضها هتطر اخد اجازة ونطلع قفلة لكن اغلبها دي امسية بنقضيها مع بعض ده يوم ده جمعة بناخده من الصبح البالليل مش محتاج اجازة واضحة مش مطلوب ان نعمل قفلة كل تلات شهور اكيد لكن لو مرة في السنة قفلة تلات اربع تيام وبنعمل كل حاجة هناك فهم دي قفزة هيلة لكن ما بين ده وما بين ده عندي مية فكرة اقدر اعملها لو انا جيت رتب ان كل تلات شهور هنعمل حاجة حاجة هتاخد يوم حاجة هتاخد نص يوم حاجة هتاخد سفر حاجة مش هتاخد سفر ونحط ده على الجدول بتاعنا ونحجزه من الاول للسنة اللي جاية كلها مش هيبقى صعب لكن لو احنا مش بنخطط لي عمره ما هيحصل لوحده يعني اوقات خطط الكنيسة بتبقى مش مساعدانا في وقتنا كمان بالعكس الكنيسة بتديني فرصة هيلة لانها عندها برامج كتيرة جدا وانا برنامج السنة كلها فقدر ادخل للمجموعة بتاعتي في حتة هنا وحتة هنا وحتة هنا بالعكس ده الكنيسة بتفتح لي المجال طيب سؤال تاني واضح لانا بقوله ده ماشي طلعت في شنك اللي فادت دي حلوة وضحناها للناس طيب في سؤال تاني هل ينفع أعضاء المجموعة يتحركوا كل واحد لوحده جوه الكنيسة في الخدمات يعني مثلا كابل نفعهم يطلعوا القفلة الفرنية بس مش نفعهم يطلعوا القفلة الفرنية يطلعوا لوحدهم وباقي أعضاء المجموعة أكيد ينفع بس الحق اللي احنا متكلم عنه زي ما احنا تعلمنا معا صلينا معا شاركنا معا عايزين نخدم معا اللي بتريده حلو بس ده مش اللي بيكمل الرجلين بتوع المجموعة الأكسات اللي احنا قلناها دي ان ده راح قفلة وده راح وده راح يوم رياضي وده طلع مع مدارس الأحد مش عارف مؤتمر ايه وده راح ايه كويس هو حيستفاد شخصيا من الخدمة اللي هو بيعملها كويس لكن التطبيق العمل اللي درسناه التقييم اللي اللي عملناه الصلاة مع بعض الحاجة دي ما حصلش ما حصلش التأثير بتاع اننا نخدم معا تمام بس المسيح كان بيرسلهم اتنين اتنين يعني لما أطلقهم للخدمة أرسلهم اتنين اتنين ما خلهمش كلهم مش كل التلاميذ راحوا نفس المكان مش كل التلاميذ عملوا نفس الحاجة مع بعض طول الوقت لا في حاجات عملوها مع بعض في حاجات لكن مش كل الحاجات بس راحوا مع بعض القفلة دي وتوزعه ورجعوا عدوا تقرير مع بعض مش اتنين راحوا قفلة والبقين قاعدين وبعدين جميع كلهم ده كانت كلهم في الوقت ده كلهم نزلوا للحقول وكلهم رجعوا من نفس التقرير الشياطين تخضع لنا باسمك تمام فكان عندهم نفس نفس الخبرة نفس الاختبار وقال لهم نفس الحاجة لا تاخدوا لكيس والمزود والعصى في الطريق فهم وأي بيت دخلتموه أقيموا فيه وإذا أعطيتم السلام يحل السلام وإذا أطلعوا يعني كانت تعليمات واحدة فكانت خبرة واحدة كلهم اكتزوها في ذات الايه؟ الوقت رجعين بتقرير واحد في ذات الوقت واضح؟ تمام أكمل سؤالي لو أنا كقائد مجموعة شايف أن في حد من أعضاء مجموعة عنده موهبة في خدمة معينة ينفع أزوء عليها ولا مش من حقي أعمل كده؟ لا ينفع طبعا وعشان كده إحنا بقول لنا دايما الخدمات قائمة فإن الراجل ده يبقى في الخدمة ديت وبيخدم فيها أنا بالعكس أنا عايز المجموعة كلها تبقى مشتركة في خدمات متنوعة بصورة ممتازمة مش كده؟ لكن ده فرق ما بينها وبينه منخدم إيه؟ مع بعض لو مجموعة لسه بادية جديد إمتى بدخل بند الخدمة في المجموعة؟ هل في البدايات ولا بعد حاجة معينة بنختبرها مع بعض جوه المجموعة بعدين بنتحرك للخدمة؟ الخدمة العملية مش محتاجة وقت طويل عشان أبتديها بعد شهرين ثلاثة أقدر أبتدي وده اللي ابتدى بين مسيح مش كده؟ الخدمة العملية اللي شافوا فيها نعمته وغناء زي توزيع الأكل في طعام الجمعة مش كده؟ فدي مش محتاجة مهارات مش محتاجة نضوج مش محتاجة أي حاجة بس فيها خروج من البداية فيها إن أنا بثبت الحقيقة إحنا هنا مش بس عشان نفسنا إحنا هنا عشان نخدم غيرنا كل ما بتأخر في الخروج للخدمة أنا بخلي الناس بتتدور كده أنا هدف التلمزة هو كده بدل ما يبقى كده أنا كعضو مجموعة لو عندي خدمة فردية بعملها والمجموعة كلها هتبقى بتطلع حاجة زي قفلة مثلا هل القائد ليه الحق إنه يكون بيتكلم معايا وانفاضل ما بين الخدمة الفردية ولا الحاجة اللي مع المجموعة كلها؟ لا مش محتاج القائد أنا من نفسي لازم أقرر إن معاهم أهم من اللي أنا بعمله لوحدي تهميني يا جماعة؟ الأولوية إيه؟ أنا تلميز أنا تلميز دي فرصتي إن أنمو مع مجموعتي أنا تلميز عايز أتغير فأغير والبوتقة هي المجموعة اللي في أكتر حاجة بيحصل إن صار اللي يتحول اللي أنا بعرفه الواحدي إلى واقع عملي أنا لازم أفاهم إنه خدمتي الفردية اللي بعملها الواحدي اللي ممكن ربنا بيستخدمني فيها أولوية لا دي لأ دي طبعا 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 طيب في حين أنا اعترضت كعضو وقلت أنا مش عايز أعمل كده يعني يعني أنا مش عايز أطلع أو أنا مش هينفع أو لأي سبب من الأسباب أصاد إن أنا عايز أكمل إن أنا عندي في نفس الوقت أو في نفس الزمن ده أنا عندي حاجة تاني إيه الموقف اللي يتخذ؟ هنتكلم على دور القائد يعني يا جماعة إذا المجموعة مفهاش انضباط وحزم وأولوية بتبقى زي ما قلنا في البداية المجموعة ليست كمالية من الكماليات وأي خدمة تنافس المجموعة خطر على الكنيسة مش خطر على الشخص لأن دي الكنيسة اللي بتخدم واضح؟ فلازم نبحزمين في الحكاية دي ولازم لما حد ينضم المجموعة ونقول له المجموعة أولوية الاجتماع أولوية العلاقة الشخصية أولوية عن أي حاجة تانية لأن دول التلمزة دول اللي مفهومش في صال مش هعمل مجموعة فوقت الاجتماع لأن الاجتماع أولوية واضح ليه بقوله؟ فدل أو أي حاجة غير التلاتة دول على حساب دول يبقى نوه بيج نوه لأن ده اللي بيعملني تلميذ وده اللي بيخلي ربنا بعد كده يستخدمني أن أجيب ناس للمسيح وأغير حياته سؤال أخير فدل وسط القفلة لما أعضاء المجموعات بيتخش البيوت بيقابلوا مشاكل أو مواضيع يعني أقدر أقول أكبر من سنهم أو أكبر من حياتهم الروحية مش بيعرفوا يتصرفوا سوان كانت مشكلة عائلية أو حد عليه أرواح شريرة أو أي حاجة بيرجعوا كده عندهم نوع من الإحباط أنا مش عايزة أطلع تاني أنا مش عايزة أتحرك تاني أنا النهاردة تكسفت ما كنتش عارف أعمل إيه إيه موقفي أنا كخادم مجموعة مع الناس دي نوع التشجيع اللي أقدر هيجحهم به عشان نفتاد المشاكل عشان هم رايحوا من غيرك صح؟ أنا معاهم بس أنا كخادم مش هقدر أخش معاهم كل بيت أولا أني أنا بواجه في القفلة تحدي أنا مش قده ده جزء من اللي بتعلمه إن قلت أنا في واقع العملي بكتشف ضعفي بكتشف ضعفي وإن أنا محتاج إحنا فاكرين نفسنا ليس في الإمكان أفضل مما كان في واقع الخدمة بكتشف لا ده أنا محتاج أتعلم وأكبر وأفهمه ده أنا مش قدامي مشوار بتواضع لأني بتواجه مع حقيقتي كويس؟ فبالعكس أنا ميجي محبط إنت محبط ليه؟ ده هو هدف من الخدمة إنك تكتشف ضعفك وتكتشف إنك إنت مش عارف وتكتشف إنك مش مختبر وتكتشف إنك مش دارس عشان تراوح تقرأ وتذاكر وتصلي وتمتلئ من الروح الخوز عشان تقدر توفي احتياجات الناس واضح؟ زيت إنه إحنا في القفلة مثلا تقسمنا مجموعتين ناس دخلت مجموعة في بيت ووجهت مشكلة زي كده وناس دخلت بيت تاني وربنا استخدمها ده رجع يقول كده وده رجع يقول كده صح كده؟ ده بيعادل ده وبعدين أنا النهاردة خارج مع القفلة بتاعتي وبعد دول عيلة كبيرة أفتكر هروح أنا معاهم لأن دول كبار في السن ودول رحيين للشباب يقدر يروحوا لوحة فأنا اللي بقسم الشغل من الأول مظبوط فهمين يا عايز أقول إيه؟ عشان معرضوش لحاجة أكبر منه وهو هنا لما راح ولقى لحاجة أكبر منه وأنا كنت موجود معاك كقائد وربنا استخدمني حيشوف ضعفه لكن حيشوف نفس قوت ربنا لكن لما أنا ببعت العيال كده يروحوا أو بوزحهم كده وأنا مش عارف إيه اللي حيحصل لهم هيتعرضوا لحاجات أكبر منه صحيح هيتعلموا منها بس ده سوق إدارة مني ده سوق إدارة مني لما نيجي نكلم عن القائد المجموع هنقول أنا ليه دور في كل حاجة أنا اللي حقسم الناس أنا اللي حوزحهم أنا اللي حخلي بالي أنا اللي حيجي للرايح ده ده رايحين مين؟ مين البيت ده وأبعث له مين البيت ده أبعث له ولا يعني أنا لازم أخلي بالي هنعمل إيه؟ مش؟ عزيزي مشاهد أحباي أشكركم عشان متابعتكم لينا هذه الحلقة إلى أن نلتقي في حلقة جديدة ربنا معك مترست المسيح عايز أشجعك أنك تروح للويبسايت بتاع هذا البرنامج هتجد كل الحلقات موجودة إلى أن نلتقي أبداً 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 موسيقى أبداً موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة